اشتركوا في القناة حتى نحكي عن هالكلوب نادي العلوم من نادي العلوم وشو اهمية نادي العلوم وشو بيعمل نادي العلوم يعني متل ما اسمه يعني بيدل انه نحنا جروب من الاشخاص العلميين نعم عنا كل اهدافنا انه اي موضوع ناخده من ندرسه من الناحية العلمية من كل جوانبه العلمية عنا عدة اختصاصات موجودين بين اعضاء الكلوب ندرس الموضوع ومنطلع توصية ومنطلع التوجيهات او نعمل اوريونتاسيون نبعى من هالدراسات العلمية المتشعبة يعني لانه اليوم ما في موضوع علمي فيك يتخديم من ناحية واحدة بده عدة ديسيبليين وعدة اختصاصات فاهمية هايدي كلوب ديسيانس انه جمع كل هالاشخاص العلميين وعن نقدر نشتغل بهالطريقة العلمية هايدي نعم ومن سنة التسعين اتأسسنا نحنا والحمد الله كان لنا حضور علمي موجودة بالمجتمع وكان لنا رأينا العلمي وشغل كتير كانت حلوية يعني عملنا نشاطات لبأسة بها وهلأ نحنا بطورة تطوير كلوب ديسيانس من بعض الانتخابات الجديدة اللي صاريت اللي مرأة هلأ جمعت كمان كل هالعلماء نحنا عم نحكي بعلماء يعني مين يعني عم نحكي كلوب ديسيانس نادي علوم عن شو عم نحكي كل العلوم من اي ناحية وكل الموضيع اللي بتهم المجتمع يعني يعني عندك الموضيع البيئي عندك الموضيع اللي بقى علمي بحتة تربوية كل اليوم كل شي بنقدر نتطرق له من ناحية العلمية حتى الطبية كلها عم نتطرق له نحنا بنادي العلوم عم نعطي عنا هون هلأ منشوف بالصور من الهيئة الادارية الجديدة هلأ ديجا عنا أمين تسر اليوم معنا موجودة مادام ليلة أبو حبيب كيف تنضم ميته لتلف ديسيانس ولا منكف الفكرة زيتا نحكي علوم نحكي سيانس نحكي كمان كل شي مدسين كل شي طب وكمان بيأسر على البيئة نعم أنا ممرضة مجازة بمركز الاقلاء عن تدخين بمستشفى أوتل ديو وكت عم بحضر لترنتا أمي اللي هو جوني مونديال أنتي تابا بقى أصدت موسيو أونتوانتين بعد ما سألت مي ممكن يساعدني تأعمل شي مهضوم لتلميز المدارس والجمعات بس يجو يكون في شي انتراكتيف شي يفرجيون برماو خليون يلمسوا شو هي السيجارة وقديش بتأثر على البيئة وقديش هي سيئة تأثيره كمان عالشخص وعالصحاته وعالصحاته وعالبيئة نعم فتجريت له تحتى عملنا ستاند كان كتير مميز وكان أكتر شي ناجح بهذا الجرنية اللي هو لازيكسبرييانس لنا عملية تشير بلاس عن شو هي السيجارات شو بتعمل عالصحة على البيئة شو هي بما أنه فتحنا موضوع السيجارة آه هلأ ما نحكى لأنه موضوع بهم كتير الناس موضوع شائع كتير منشوفه عالا بالتدخين التدخين يقتل وبعد نمسك العلبة وما بهمني شو بتقول يعني يمكن كمان أوقات اللي تأدراك عن مخاطر السيجارة أو مسوقة على الصحة أبار البيئة لأنه البيئة بين الزبالة والسيجارة والبوليسيون لا لا كلهم بنفس المستوى كلهم بنفس المستوى نعم إذا بنحكي تدخين و بنحكي السيجارة بنحكي شرقين أساسيات بالحياة لهن العادة والإدمان السيجارة هي عادة وتحت أن نضل عليها العادة بيتصيدوا الشباب والصبايا بعمر صغير بعلقون بشي اللي هو الإدمان هي النيكوتين اللي موجودة بالسيجارة وقالا هي لوحدة هي مواد كيميوية هي عادة بيخدها الشخص يستعمل عطول إيديه وتموه بسميها ما نفعله صحيح ولكن بس هي النيكوتين اللي بخلي الشخص يعلق هون عم نشوف هون عم نشوف هوا الستان تبعا الانتي تابا هون عم نشتغل على أنه نوعي نعمل سانسيبيلدازيون نعمل ويركشوب للشباب والصبايا بتنقدر شوين وصلهم فكرة شو هي السيجارة وقديش بتقزي قديش العادة فيها قوية وبتأثر على حياتهم وقديش الإدمان أقوى وبأثر أكتر أنه يتعلقوا فيها نعم عم يجي شيء أصداء عم بيكون في نتيج من وراء هالإشة اللي بتعملوها وهالنشاطات أستاذ أنتوان هاللي عم بتقوموا فيها بالتأمد لله الحمد لله يعني عمنا نحكي أنه اليوم نحكي ببروغرام سالون دي سيانس اللي عم نعملو على مريم تي في اللي تخطينا فيه أكتر من سبعين حل أصرنا وكل جمعة يعني عم تيجي أصداء رائعة جدا وعدة مرات هيدا اللوغو تبع تلوب دي سيانس اللي لحد يتغيرها لأموك من يتغير قريبا وهون كمان خلينا هالصورة فهو هن أعضاء تلوب دي سيانس الهيئة الإدارية ما ننسى الهيئة العامة كمان نحنا هلأ أخذنا قرار بالهيئة الإدارية يعني لما انه كمان تجتمع بالقانون نحنا ما بنجتمع هئئة إدارية وهيئة عامة مرة بالسنة أو مرتين بالسنة تجتمع الهيئة العامة بس لأنه بالهيئة العامة كمان في أشخاص عندهم طقات رائعة جدا ومهمة جدا ما فينا نستغني عن حدا نحنا تسعى بالهيئة الإدارية دونك ما فينا نستغني عن حدا بالهيئة العامة عم نجتمع سواء لأنه بحاجة لكل شخص عم بيعطينا المعلومة وعم بيعطينا هيدا دونك تنجع لسالون دي سيانس سالون دي سيانس اجا كتير اكو عدة مرات نقول نحنا خلاص انه خطينا السبعين حلقة يعني ما ننش نكرر حالنا أو شي نحنا ما عم نكرر حالنا بيتطلع للعالم بليز وقت ما توقفوا سالون دي سيانس مهم كتير عم نستفيد منكم نحنا بحاجة للمعلومات اللي عم تعطوها لأنه أخذنا هدف نحنا عنا هدف بسالون دي سيانس نعم انه ما منعطي إلا المعلومة العلمية ما منعطي المعلومة العلمية لا مكون نحنا مجيارين لن نراضي حدا أو لن نسيز حدا أو لن ننتقد حدا أو شي لأ نعطي المعلومة العلمية متل ما هي نعم وبعدين كل إنسان بيفهم وبيقدر يميز وين الصح وين الغلط وبعدين هيدا الشغل كتير مهم انه نحنا كل إنسان بالنسبة اللي عم بيسمعنا هو إنسان كمان عنده باكراوند وبيفهم وبيقدر يتعاطى معنا فهيك نحنا نجحنا وهيدا اللي قدر وحمد الله إيكوه تبع كلاب دي سيانس كتير رائع كتير رائع بلشته من كم عضو يعني بلشت أنا بالفكرة بلشت أول شي مع تلميزة بلشت مع تلميزة وصرت تتطور هلا يمكن الأعضاء يمكن العدد منه كتير منه كتير بس نوعية الأعضاء هي مهمة نعم والأعضاء هنه من مختلف ديسبلين العلمي ديسبلين العلمي أكيد هيدا عنا بالباليونتولوجيا عنا بالمناخ عنا بالطب عنا بالفيزيك بالشيمي بالزراعة يعني بكل المجالات العلمية نحنا موجودين نعم مادام ليلى خبرنا شوي عن الأهداف والمشاريع المستقبلية للكلاب دي سيانس نحن عم نتأمل إنه هلا نكون عم نحب لشي كتير حلو سنتجي نحن نشتغل على إنه شوان ضوة لكل شخص بالمجتمع إن كان الأهل إن كان الولد إن كان الأكبر إن كان الشاب إن كان الصبية كل حدا وين عم بيكون هو بوزيتيف للبيئة مثلا وين عم بيكون نيجاتيف نعم بمعنى في أشياء مثلا مش مرق عليهم كان حياة كان مثلا نحكي عن التدخين كان عم نحكي عن البلاستيك نلفط نظر شاباب والصبايا عليها في كتير قصص بتأثر على البيئة هلن ما بيعرفوها رح نعم إشياء بسيطة يعني إشياء بسيطة وإشياء كذا إنه ما حدا عم بنتبه له وما حدا عم بيحكي عنه هاي دي الشغلة إنه مثلا بيجو بيعطوك حل بيئي بيبقى نائس فنحنا لأنه إخدينا من جميع النواحي عم نعطي الحل العلمي وإشياء كتير ظاهريا إنه هاي دا حل بيئي بيعطوك إياه حل بيئي قوات إحنا منضحك شو ممكن عيكون عنا مسل بالبابل على هيدا الموضوع مثلا إن قصة مثلا الدولاب اللي يستعمل بقلب البيت واحد إنه منقدر نستعمله بجنينة بقى الولاد نعمله إياه مرجوحة للولاد ونقدر نعمله هيدا حل بيئي هيدا حل أبدا منه بيئي طلع حل على الفيسبوك وانتشر إنه يا بابي مشان الكبيس منستعمل الليفة الليفة الطبيعية هي ظاهرة طبيعية بس إذا بتشوف هي هي مشان الكبيس لستعمل الليفة لحتى أنا أنا أعمل بيئي لا يكبسوا الكبيس بدل ما يحطوا أغصان زيتون أو أغصان بصفير ورق بصفير أو ورق عنب عريش أو ورق عنب عريش بيكبسوه حتى ينكبسوا بالمرتبين بيقصوا الليفة رندل على أساس هيدا الليفة طبيعية صح تحديث هلأ كتير صح ما بتأسر شي بس إذا بتطلع بالليفة الطبيعية الليفة بحالتها الطبيعية لونة كتير صمرة صح اللي استعملوا هي لونة كتير بيضة طب من أجلها البيض لأنه نقعد بالأمونياك حل لا بنقعوها قبل ما يأعطوك إياها بالفرماسي أو بيأعطوك إياها بالسوبر ماركت شوفيه أنت لونة بيضة هي لونة صمرة الطبيعية لونة بيضة ليش نقعينها بالأمونياك وهذا الأمونياك هيدا الأمونياك رجل نزل على الأكل أو أنت استعملتها على جسمك على استعملتها على كده بطل الطبيعية صار في أمونياك طب ليش هالعدم قلت التوعية للناس ببساطة مثل ما أنت قلت أنه لأن الليفة طبيعية بحطها على الكبيس هلأ العالم كلها صدقت وصرت تبعتها ووصلت لي من كذا حدا إلي قلت له يا عم هذه الشغلة غلط بحكوكي مثلا أنه سيكون هناك زلزال بالناحية اللي كذا ببعدها لا إذا لم يدروس علميا ما فيه نحن نعرف كلنا نعرف صارة العالم كلنا نعرف ما فيه نتوقع الزلزال حتى باليابان بكذا يعني أمثال كثير ليش هوني هالشغلة ليش لأنه قاعد أنتوانتيين أو ليلى قاعدين عم بتقرر هي بدلة في مجموعة نحن قاعدين عم ندرس الموضوع لا انتبهتوا لهذا الشغلة هذه إذا عملت من هون إذا هيدا كذا ناخدها من كل جوانبها العلمية نطلع آخر شي بتوصية نواجهها للناس نعم هالتوصية وين والناس ممكن يتطلعوا عليهم هلأ عم نشتغل فيها أعلميا ومنشكر مريم تيفي نحن اللي فاتحت لنا الهواء لإلنا إن كان بسالون دي سيانس عملنا ولا ببرنامج محمية ولا كمان بقيتنا مسئوليتنا عملنا وشارك عدد كبير من أعضاء دي سيانس شاركوا فيه يعني فوق 100 حلقة بقيتنا مسئوليتنا كمان محمية ولا سبحان الخالق عمل كثير وعلى بقية التلفزيونيات كمان كنا لنا وجود بعدين نحن كثير مركزين عنا محاضرات كثير ندوات كثير عم نشارك بمؤتمرات مع من كون يعني وكيف قالت لك مادام ليلة انه عرفت فينا بس سألت بدا حدا مالك غير كلوب دي سيانس دونك هيدا اللي حلو انه صرنا معروفين انه بس مالكون في عنا شي حدث علمي بس بدون شي بقلون مالك غير كلوب دي سيانس استاذ أونطان كيف النزدة تتواصل معكم إذا ليلة عرفت كيف تتواصل بس نحنا ممنع لف المشاهدين ما بيقارب نحنا موجودين على الوابسايت www.clubdescience.com هلأ نحنا نجددها هلأ إذا تفوتوا علي بشوفوها ووقفة كمان نجددها نطور لأنه نحنا جماعة ما منقتنع أنه نحنا صرنا طب نحنا عطول ما نجدد عطول ما توصلوا معنا ومعروفين يعني صرنا موجودين بس يحطوا clubdescience على الانترنت بيعرفوا كل شي أنتز أنتوان أهم توصية قبل ما نختم اليوم فقرتنا للناس شيء بازيك كثير وأساسي ومهم أهم توصية شو ما أقولت كون ما يصدقوا كل خبرية بيقولولون علمية يتأكدوا إذا كانت مرجعية علمية هي التي أصدرتها لأنه هناك كثير الناس تجيب تقولك هذه بناء على أبحاث أي أبحاث من عمل هذه أبحاث وين عملت حتى عملت بأمريكا ليس كل المختبرات بأمريكا أو بأوروبا هي مختبرات التي يمكننا أن نحترمها لذلك نرى المرجع وليس كل شي نزل على الإنترنت ونجل على الفيسبوك وبرام وعلى الواتس لا تصدقيني لأنه يجب أن هناك مجموعة مع أنطوانتيين يعملون أنطوانتيين يتحدث مثلا ليس هذه هي أنا نجح ليس لأنه يعمل بأمريكا لأنه هناك أجل يعمل معي صحيح هناك جنود مجهولين يعملون نحن نقول لكم مرسي مرسي لكم على جهودكم وعلى المعلومات التي تقدمنا إياها والتي تعطونا إياها أكيد يجب أن نسرق سرقة منكم نستفيد نستفيد أنكم موجودين ومجموعين حتى نأخذ كل هالكم من المعلومات المهمة لنستفيد منها شكرا مرسي أهلا نقدر نوصل المعلومة العلمية الصح أهلا وسهلا وشكرا أكيد ويتواصل مع سيارفو أكثر وأكثر عن المعلومات شكرا لوجودكم معنا مشاهدينا نحنا وصلنا لنهاية موعدنا لليوم دايما على الموعد نحنا وإياكم من الثانين للجمعة والثالثة راي وأنا خليكن دايما معنا على الموعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر